وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية فضلا عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة التوعية البيئية المجتمعية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة حيث صرح المتحدث الاسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئي التي ترتكز على عدة محاور أهمها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض تطورات الأعمال الجارية للحد من التلوث الصناعي والبيئي وإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية كما حرص السيد الرئيس خلال الاجتماع على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 موجها بمواصلة تعزيز التعاون القائم على الجانب الإماراتي تمهيدا لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجاري ترجمة نانسي قنقر